على حين غر في مثل هذه المسائل بحمد الله تعالى هذه المسألة لها أصل قرآني واضح كما هو في الآية 41 من سورة الأنفال في الآية 41 من سورة الأنفال قال تعالى قال تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير هذه الآية المباركة أعزائي قبل أن أبين الخصوصيات التي اجتملت عليها هذه الآية هناك مجموعة من النكات تبين لنا عظمة بحث الخمس في هذه الآية لعلنا لا نجد نظيرا لهذه الآية في آيات الأحكام اتفتوا إلى هذه النكتة كما تعلمون بأن آيات الأحكام كثيرة في القرآن يدور الأمر بين خمسمائة آية وألف آية على اختلاف كلمات من كتبوا في آيات الأحكام وهو أنها خمسمائة ستمائة سبعمائة أقل أكثر المهم يدور بين الخمسمائة وألف آية في آيات الأحكام الفقهية هذه الآية وهي آية الخمس لها خصوصية بين جميع هذه الآيات أنا أشير إلى بعض الامتيازات الموجودة في آية الخمس التي لا نظير لها في آيات أو قل نظيرها في آيات الأحكام الفقهية في القرآن الكريم النكتة الأولى في هذه الآية المباركة أن الآية عبرت قالت واعلموا أنما غنمتم هذه التعبير واعلموا في القرآن الكريم يعني الأمر بتحصيل العلم بهذه القضية نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية تقريبا ولو بحسب التتبع الناقص لم نجد آية في القرآن تتعلق ببحث الأحكام وصدرت بقوله ماذا واعلم نعم في المسائل العقدية وفي المسائل المرتبطة بالأمور الإيمانية بمسائل التوحيد بمسائل علم الله بمسائل المعاد نعم هناك آيات كثيرة بيّنت ماذا اعلم مثلا على سبيل المثال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله خب هذه مسألة التوحيد وبن الطبيعي أنه يوجد هناك أمر ماذا بتحصيل مثل هذا العلم في سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آية تسعة عشر وكذلك في قوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون في مسألة المعاد وبطبيعة من الواضح أن المعاد له أهمية خاصة في القرآن الكريم ولذا صدرت الآية به واعلموا في سورة البقرة مائتين وثلاثة أو في قوله تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم إثبات علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل شيء في البقرة مائتين واحد وثلاثين وكذلك في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذن الامتياز الأول في آية الخمس أنها مصدرة بقوله ماذا؟ بقوله واعلموا وهذا إن دل على شيء فلا أقل يدل على أهمية هذه الفريضة الإلهية وعظمتها ولذا أمرنا بتحصيل العلم بها لا أنها جزافي النكتة الثانية الموجودة في هذه الآية المباركة هي أنه نكات كثيرة ولكنه أنا أستخلص للأعزاء النكات المهمة النكتة الثانية هي قوله فأن لله خمسه قم نعلم جميعا أن كل شيء كل ما في السماوات والأرض فهو ماذا؟ فهو لله سبحانه وتعالى لماذا أن هذه الآية فقط قالت في الخمس فأن لله خمسه يعني في باب الصلاة الله سبحانه ما قال فأن لله كذا لم يقل قال يقيمون الصلاة أقاموا الصلاة في باب الزكاة قال ماذا؟ قال يؤتون الزكاة آتوا الزكاة حتى في باب الحج قال لله على الناس ما قال لله الحج قال لله على الناس حج البيتين أما هنا الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت فأن لله خمسه وبينكم وبين الله إذا كان ثبت أن هناك حق في أموالنا أو ملك في أموالنا ومالكه من؟ مالكه هو الله سبحانه هو أفرق أن هذا المال يكون ملك زيد وعمر في أموالنا وبين أن يكون هذا المال مالكه من؟ مالكه هو الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال مخالفة مثل هذا الأمر وهذه الفريضة الإلهية من الواضح أن العقوبة فيها مشددة تختلف عن عقوبة أخرى ليس فيها مثل هذا التأكيد وهذه النكتة الثانية في الآية المباركة الآية الثالثة طبعا الآن هناك بحث أن هذه اللام يا لام لعله إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة نوفق إن شاء الله للوقوف عندها طبعا يكون في علمكم في القرآن الكريم هذه مسألة لله في موارد معدودة جاي من قبيل قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون النكتة الثالثة التي يمكن الاستفادة منها أو بيان عظمة هذه الفريضة الإلهية المالية هي أنه في ذيل الآية المباركة يوجد قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يعني أن من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ماذا هذه الفريضة الإلهية وأنت إذا نظرت إلى هذا اللازم أو نظرت إلى هذه النكتة تجد أنه القرآن الكريم هذه النكتة دائما لا يشير إليها في موارد مخصوصة يشير إليها ومنها هذا المورد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني أن الإيمان بالله وبالأوم الآخر من أهم لوازمه من أهم آثاره من أهم تجلياته ومظاهره أين يظهر؟ يظهر في هذا البعد وهو امتثال هذا الأمر الإلهي سواء كان على مستوى أطيع الله أو على مستوى ماذا؟ أولي الأمر منكم عفواً على مستوى إطاعة أولي الأمر أو على مستوى إعطاء هذه الفريضة الإلهية والإمتثال لها هذه أيضاً تبين لنا عظمة هذه المسألة ولذا بعد أنا لا أحتاج واقعاً أن أقول هذه الكلمة التي ذكرها بعض المفسرين وهو أن مثل هذا اللسان بمثل هذه النكات وبمثل هذه الخصوصيات لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الفريضة مربوطة بزمان معين بمكان معين يعني مربوطة بظروف خاصة قد توجد وقد ماذا؟ يعني هذا اللسان من أوضح ألسنة إثبات القسم الأول والنحو الأول من الأحكام يعني الأحكام الشرعية الثابتة التي تشكل جزءاً ماذا؟ جزءاً من الشريعة ما أدل واضح هذه النكتة؟ ولذا سيد الطباطباء رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذا المعنى في الجزء التاسع صفحة واحد وتسعين يعني في ذيل هذه الآية المباركة يقول وظاهر الآية طبعاً لا يشير إلى أي نكتة من هذه النكات التي أشرنا إليها ولكنه يقيناً أن هذه النكات كانت في ذهنها أو لعله عرض لها في محل آخر يقول وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد لا يتبادر إلى الذهن زمان، مكان، ظروف، أحكام لا يتذكرون نحن قلنا مجموء الأحكام أنحا متعددة بعض النحو الأول هي الأحكام ماذا؟ الثابتة التي حلال وحلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة يعني يمكن أن تتبدل أو لا يمكن طبعاً الآن نتكلم في الخمس بنحو القضية المهملة أما مصاديق الخمس، منابع الخمس من أين ذاك بحث أخر؟ قلوا ذينكم يمي لا يأتي يخلط الشخص ويقول بأنه يعني تتوق كلها نحن نجد أنه وقع الاختلاف في بعض الأمور لا، هذا الاختلاف واقع في منابع الخمس لا في أصل وجوب ماذا؟ في أصل وجوب الخمس بنحو القضية المهملة الآن الآن كلامنا أن هذه الفريضة كما أن الصلاة ركن ثابت لا يتغير وإن كانت تختلف كيفياته، ظروفه، شروطه ولكنه لا يوجد عندنا ضرض لا يوجد فيه ماذا؟ صلاة كذلك الخمس أيضا كذلك كذلك الحج كذلك الصوم وهكذا يقول وظاهر الآية أنها مجتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية أما خصوص